أكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف السعية لإيجاد بيئة داعمة ومحفزة للعمل الخيري وجمع المال للأغراض الدينية في إطار رسمي ومنظم يتسم بالوضوح والشفافية والمسؤولية والمشروعية وأوضح الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية أن عدد تراخيص جمع المال للأغراض الدينية التي أصدرها المكتب منذ إنشاءه بلغت 138 ترخيصا لجمع المال وكانت النسبة الأكبر للتراخيص لجمع المال من داخل مملكة البحرين بعدد 126 ترخيصا وقال القطان الحملة التوعوية التي حملت وسم جمع التبرعات التزام ومسؤولية تهدف إلى تأكيد وجوب الالتزام باشتراطات جمع المال للأغراض الدينية من خلال التعريف بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة ولائحته التنفيذية وبيان دور مكتب قيد طلبات جمع المال للأغراض الدينية إضافة إلى توعية كافة أفراد المجتمع بالمتطلبات التي قررها القانون لحمايتهم وضمان حقوقهم وتعريف الأطراف ذات العلاقة بواجباتهم